صرح نائب رئيس الأزراء الروسي يوري ترونيف يوم الأربعة بأن روسيا تعتزم تحويل القناة القطبية الشمالية إلى بديل لقناة السويس لتقريد تكاليف النقل وغفقا لتقريد وكالة تاس روسيا للأنباء قال ترونيف لوسائل الإعلام في نفس اليوم إن عدد الشحنات المعقولة والمنقولة عبر المراير المالي في القطب الشمالي يتزايد تدرجيا في الوقت الحاضر كما يزداد الوقت الملاحي للمراحة في الممر المائي أيضا أن تعاطل قناة السويس يسرط ضوء على الأهمية العملية لهذا العمل وغفقا لبيانات وكالة تاس روسيا للأنباء تم نقل ما مجموعه 32.77 مليون طن من أبلدائيا عبر الممر المائي في القطب الشمالي في عام 2020 وإشتين